خليني أقول لحضراتكم حاجة يعني أنا كان لها الشرف أني أكون موجودة في برنامج عربي وهذا البرنامج أيضا برؤية مصرية عربية فلسطينية أردنية عراقية أني يكون فيه برنامج يتحدث مع الشعوب العربية ويقدم لهم المحتوى العربي يعني الراقي عادات وتقاليد وتاريخ وحضارة ويبقى فيه كده اتحاد هذا البرنامج عمره أكثر من مئة حلقة كان لنا الشرف أن يكون عندنا زملاء من الجانب الفلسطيني موجودين في هذا البرنامج نلتقي هنا في الستوديو ونلتقي في فلسطين ونلتقي في العراق ونلتقي في الأردن ونتحدث في كل ما هو يخص الشعوب العربية الأربع الخاصة بهذا البرنامج اتشرفت بإني زورت فلسطين مرتين والحقيقة زورت فلسطين وكان ليه يعني جزيل الشرف بإني أصلي في الأقصى وإني أدخل إلى المجلس الأقصى وإني أدعي وإني أقف وإني جسمي أشعر وانا دخل الأقصى وإني ما فيهوش مصلين أعداد قليلة جدا تقف في الأقصى تصلي وتدعي كان موقف شديد الصعوبة علي أنا فكرة كويس أوي في أول مرة وأنا دخلة أزور وأصلي في المسجد الأقصى دموعي وجسمي وأنا وقفة كده ومش قادرة أسدى إن أنا وقفة في المسجد الأقصى ومع الرقعات الأولى أنا يعني كانت دموعي الحقيقة بتنزل بشكل كبير جدا صحيح إن كانت الدعوات من القلب شخصية لأهلي وعائلتي وناسي لكن كمان تذكرت بلدنا وتذكرت ناسنا وتذكرت الشعب ده اللي مش قادر يصلي كان لها زميلة عزيزة جدا معايا في هذه الرحلة وإحنا بنقدم برنامج قالتلي أنت هتروحي لأدس يا شفكي قلتلها آه ده أنا فرحانة جدا كان اسمها ياسمين زميلتي العزيزة في التلفزيون الفلسطيني قلتلها آه ياسمين وسعيدة جدا قالتلي تصوري أنا عمري ما رحت القدس أنا عمري ما صليت في القدس حسيت كده بغصة شديدة وتمنيت إن أنا أخدها معايا لكن ما كانش مسموح إنها تقدر تروح حاجة صعب الحقيقة الزيارة للقدس والزيارة لكل المحافظات الفلسطينية من آخر الحلقات وموجودة الحقيقة وتم إذاعتها حلقة خاصة في مدينة الخليل وفي الحلقة دي طلعنا على السطوح وكان في الخلفية المسجد الإبراهيمي فإنت واقف وفي ضهرك المسجد وطبعا الصلوات وبعدين المسجد على سطحه في الاحتلال الإسرائيلي واقف فطبعا إنت قاعد تتكلم وكان معانا طبعا يعني قادة فلسطينيين ومعانا زملاء وانت شايف الإسرائيلي واقف بالبندقية تقريبا في ضهرك وإحنا بنقدم الحلقة لا خفنا ولا ترجينا ولا إلقنا بالعكس كان عندنا قوة شديدة جدا وما كانش عندنا أي ألق أبدا وهم وقفين في ظهرنا وكنا بنتكلم عليهم وعلى الاحتلال وعلى اللي بيحصل ترجمة نانسي قنقر